طيب نروح بقى لتريند الأهلي والسوشيال ميدا النهاردة ركزت على بعض التفاصيل المهمة في الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي نبدأ مع بعض بالحساب الرسمي على تويتر لليوم السابع بيتكلم على أن ريكاردو سوارش بيفوضل ما بين علي لطفي ومصطفى شوبير لحماية عاريني الأهلي أمام انبي كلنا شفنا الماتشاط اللي فاتت كلها من بعد راحة اللعيبة الأساسية يمكن علي لطفي خاد مجموعة من المباريات مباراة الإسماعيلي ظهر فيها مصطفى شوبير بشكل جيد وده تأكيدا لنفس المستوى المميز اللي ظهر به كمان في فترة سابقة لما كان مصاب محمد الشيناوي وأيضا كمان علي لطفي وبالتالي من خلال متابعتنا للمباراة الأخيرة بصراحة ما فيش أي ألأ أو مشكلة في مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي وكلنا شفنا مستوى المتميز لعلي لطفي والمصطفى شوبير كمان في المباراة الأخيرة وبالتالي هيكون هناك يعني أكتر من رؤية وتفكير في الدفع يامب علي يامب مصطفى في مباراة إمبيبوك لكن أي أن كان الله هيشارك حتى لو حمز علاء كمان عندنا ثقة في كل حراس الأهلي سواء الفريل أول أو حتى من قطاع الناشئين طيب المصر الرياضي وحسابها الرسمي على تويتر أيضا الأهلي يطالب بأفشة بإغلاق ملف الرحيل للدوري التركي الفترة الأخيرة أنا قريت أخبار كتير بخصوص محمد مجد أفشة وعروض ده جياله من الدوري التركي الكلام أن اللي كان بيتقال أفشة طالب الرحيل الأهلي يطالب أفشة بإغلاق الملف لغاية اللحظة دي لا النادي الأهلي يتكلم أصلا بشكل رسمي ولا محمد مجد أفشة علق حتى على هذه الأخبار ما يمكن أفشة أصلا ممكن العرض المادي بالنسبة له مش مناسب ممكن عايز يكمل مع الأهلي ممكن النادي الأهلي شاف اللي العرضي مش جايد فأفشة يكمل خلال الفترة اللي جاي طب نشوف كمان هل في مواقع بتتكلم في نفس الأمر المصر الرياضي يتكلم على أن النادي الأهلي بيشترط كمان 700 ألف دولار للموافقة على رحيل أفشة للدوري التركي خدوا بالكو الخبرين من نفس الحساب المصر الرياضي الأول الأهلي يطالب أفشة بإغلاق ملف الرحيل والتاني الأهلي بيشترط 700 ألف دولار للموافقة على رحيل أفشة ألف به يعني لما في نادي بياخد قرار في لاعب يأما أفل الملف أيا كانت القيمة المادية يأما فاتح باب المناقشات والمفاوضات لرحيل اللاعب هنا قالوا 700 ألف دولار وفي نفس الموقع في نفس الموقع قالوا الأهلي يطالب أفشة بإغلاق الملف وقفل الملف وإن ما فيش رحيل طيب نشوف كورة 11 على تويتر هل في رأي الأفشة في الموضوع ده حسب مصادرهم يعني هربا من ضغط الجمهور أفشة يرفض الاستسلام ويطلب من الأهلي سرعة تحديد موقفه من العرض الأوروبي لرغبته في خوض تجربة احتراف جديدة يبدو أن الساعات القادمة ستكشف عن كلام كتير أو بخصوص عروض انتقال أفشة الأهلي يغلق الملف الأهلي يشترط أرقام مادية أفشة بيطالب الرحيل أعطاني كل هذه الأخبار بعيدة تماما عن الواقع وقريب جدا عن اسمع الخبر اليقين في هذا الموضوع عشان الناس تبقى عارفة مين اللي حابب يكتب أخبار مغلوط عشان يعمل بلبلة بلبلة